اشتركوا في القناة يا أجمل جمهور يا أجمل منفسنين بتوحشونا من اللحظة للتانية كده وبنحب نشوفكو على طول انتو بتشوفونا احنا عايزين بقى نقابلكو يعني تخيل بقى نقابل الجمهور بتاعنا ده والمشاهدين بتوعنا ونقض نحضم في بعض نحضم في بعض يا ده عايز ايه شهري بحال نقض نقض نحضم في بعض برحب بيكم طبعا وبرحب بزميلات العزيزات وبرحب بالضيوف الجمال اللي في الستوديو وبنوعدكم النهاردة بحلقة متينة كالعين حلقتنا النهاردة المرتب نزل المرتب نزل المرتب نزل المرتب نزل وليه؟ المرتب تطلع يعني تبقى فرحة فجأة بيحصل حمامية جمدة جدا حمامية؟ حمام ولا حمامية؟ حمامية؟ حمامية 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 طب ما فيش حاجات زيادة نعملها سعادة عارمة بيجي باور كده ومتعفيش الباور طالع من اللي فين؟ ونزل من تحت لفوق ومن فوق لتحت بخطر اه وتلاقي بقى الموظفة اللي قاعدة اه هنسد الجمعية وحنرجل بقى وحنكدل أعاجة والتاني بقى هبا هاخد بقى الفلوس دي واخد الموزة بتاعتي واجرق على شارم والتاني بقى هجيب مش عارف إيه العيال كل واحد بيبقى في ملكوت ودنيته المرتب نزل هنقولكو بقى دلوقتي أنواع الموظفين ايه رد الفعل على كل واحد فيهم لما بيسمع الجملة دي وصدقني صدقني أيها الموظف هتلاقي نفسك في واحد من اللي احنا هنقول عليهم دلوقتي حالاً أهم أنواع الموظفين يوم الأرض بالذات هو الموظف المثالي وده بيكون نموذج للموظف الملتزم جداً بيجي في معايده ما بيمشيش قبل معايده بالتلات دقايق ملتزم جداً بيعمل شغله على أكمل وجه فبالنسبة ليوم القبض ده يعني يقولك ايه يوم تخرجه من الجامعة وهو يعني بيبقى منتظر القبض كأنه من العشر الأوائل يعني اللي هو عمل اللي عليه قوي قوي فقاعد مستني فلوسه على داير مليم لأنه حاسس أنه فعلاً طول الشهر تعب ومستني بقى نتيجة تعبه ومستني الفلوس دي وحاس أنه وضميره مرتاح مش حاس أنه أضحك على حد أنا بحب بصراحة موظف ده في بقى موظف الغلبان المنحوظ ده المنكسر اللي هو ايه ما يختلفش كتير عن الموظف المثالي بس ايه ايه غلبان كده في المكتب قوي فأي حد مش عايز يعمل شغلانة فيقوله خد عمل التاسك ده راضي يعني اللي زمي وهو غلبان مش عايز يقول لزميله لأ فيروح عامل التاسك اللي مديوله زميله وهو ما بيعفش يعمله أساسك مش اختصاصه مش عامله زي الزفت فيروح يقدم المدير فيتخصم منه فيبقى عارف إن المرتب بتاعه الغلبان ده المنكسر المنحوث نازل المرتب بتاعه ناقص لأنه مخصوم منه حاجة هو ما غلطش فيها المرتب الموظف الغلبان ده على طول بيجي في معاده كل الأيام كل الأيام فيهم يا حسرة اتأخروا بساعة ينهارس واحد الأسانسير عطل مش عارفة إيه باز العربية وقفت أي حاجة ففي اليوم ده على حظ أهله ليه سود المدير يسأل عليه فيعرف إنه إسه مجيش فيتخصم منه برضه فالغلبان المنكسر ده المنحوث برضه هيروح آخر الشهر يقبض المرتب بتاعه وعارف إن المرتب بتاعه مخصوم منه شوية حلوين فبدل ما يبقى سعيد بالمرتب أبو مش عارف يرجع البيت بالمرتب لمرتبه إزاي لأنه هيتهزق فهو منحوث الشغل وبره الشغل يا الله يا موقوس اوه عالله أنا غالب�� والله أنا ما بعامل حاجة والله أنا المدير تتخصم مني والله ما غلططي قمشوا ان خطي أي فيت خطي جوه طيب ما تبيش انت والذ wallet علي أمشوف أبوك أابوك أي موقع أنت خلاص شخصيح شخصيح سعيد صفحت عايدي ولا إنت سعيدي فيلمك الجديد؟ كدر فلاحيي طفيني السعيدين حتة صعيدي السعيد أي بعداء? بعداء؟ فسي ما انت الجاي عشان تشوقنا إيه؟ ده الرشاق دي أجبلك ينسوك؟ لا، العايزة بور سعيد دي نسكفاء؟ العايزة بور سعيدة تكلف سق؟ في السق؟ في السق؟ أو اللي سردق؟ طب لحد ما نشوف السردق السردق وصل لحد فين؟ نطلع نشوف تقرير الخطيب ونرجع تانية وانترافة يعد نادى كل حالة لأكسراتها كلها واحدة ده شام لا مش عايزي ازاي مش عايز شام فعايش عايزي مش عايزي ازاي انا يا عميش يا كتس ملت السنة بنت عالا واحنين الثلاثة عجبني السويتشير مرسي شكرا والله ما شاء عشان او تقطع تقولي احمد الخطيب من نظر عنها لا احنا اول الشهر احنا اول الشهر احنا اول الشهر شكرا احنا احساس حلو شوف الجنة شوف الضحكة والله العظيم عينيك ايه؟ ده اجمل يوم احكدك اه يوم القبض بيمثلي انفراجة كبيرة والله يا للبي بيتفتح كده عارف قلبك بس بلي فتح اه معلبي ايكونية انفراجة كبيرة انفراجة كد بدسل لا او لا اي كده معك فلوسك معلك انتني بفرغ الصبر الله يوم السعادة بس اوه ده لغاية مثلا يوم خامسة في الشهر وبعد كده بيسحبه منك النور وبيضيبه لنا ويمشي بقى هو يوم القبض زي النهاردة كده دخل اشتري فيه حاجاتين عموماً وخلص دقيقة وخلص من قبل ما ييجي أصلاً ما بيكملش خمستاشر يوم أنا أعرف ناس القبض بتاعها بيخلص في الأسانسير دقا هو اليوم اللي كل حاجة هتروح فيه كل فلوس اكترى في نفس اليوم هو تاني يوم خلاص كده آه يعني ما انت الفلوس بتيجي بقى تفهمش بتروح فين السرد اللي فات آه ونصرف على اللي جاي في نفس اليوم ما بتحاوشيش مثلاً سعب بالحق بالعافية قصاً يكفي معي أنا بسيف حبة وبنزل أصرف حبة بابض من هنا لقد ربق كده وازدقه وفتيره وصمته مردتك كله بقى راح على كرش وبعدين انت بتبقى نازل هتشتري حاجة قد كده بتلاقي نفسك سحات ده ورا ده حاجة اللي العجبة إني بشتريها الحاجة اللي مش بتعجدني أكيد مش بشتريها لا بدلع نفسي بانزل أخر جراح أماكن جي امتدلع اسرفه آه يعني هنفضل نحوشه بعدين عشان تخرج بس خروجة مخترمة متين خاصة أنا عرفته والله لازمت الشويسي نقط عشان نكمل الشهر خطر خطر يعني أنا واحد عجبني بيقول القبض بالنسبالي انفراجة كبيرة قال له إيه قال له انفراجة كبيرة وواصق قوي آه لأنها فعلها انفراجة طبعا يعني الواحد بيبقى طول الشهر آآ يا يعني بيجي أول الشهر الحياة تمام نص الشهر هيك ماشية آخر الشهر ده بيبقى صعب بيتخنق بيبقى مخنوق آآ فهو بيوصل بقى إيه بيبقى لقلق الزجاجة آآ فما بيصدق بقى ما الزقاء 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 شو عارف بالن نتلع نشوف قال له استنونا بوق meteor انتو بتستنو المرتف زينا؟ اخر الشهر ولا مش فارق معاكم؟ ده أكتر منك والله ده قر مباشر يعني قر حر مباشر ده على الأساس إيه حضرتك أننا إحنا معنا قر حر مباشرة السروة الطائلة مثلا بص يا حبيبة قلبي هقولك على واكساتنا وخبت بص يا أمي عندك بنوت كتير علشان إحنا ممثلين عندك اللبس والمكياء والبواري عندك حضرتك يعني أنا ست مسنة فجايبة يعني واحدة بتساعدني في شغل الباب عندك حضرتك ولادي كبره بسم الله ما شاء الله واحدة جوزت واحدة في الجامعة وأحفادي فلازم يعني يبقى فيه مصاريف بالأوفر وبالسيادة إحنا ملناش مرتب يا ريت ياختي كلنا مرتب والله ما كنا ضخنا الدخل السودان اللي في حياتي يا بيت يا بيت ده لومة برنامج نفسنا كان زمان الجايباني من الحسين يا بيت يا بيت ده إحنا بنستنى يا بيت لما نعمل مسلسل ولا فيلم عشان نكبر ونروح نشوف يا بيت السبوبة اللي ورانا وناخد الإرشنات ونجري نجري يا بيت يعني شراكينا خالص يا مدرية يعني إحنا عايزنا نغزي العين بس مش نده بقصي حبيبة قلبي لأ إحنا ملناش مرتب إحنا فنانات وبتجينا الشيكات يا خطر أنا حقيدك أنا حقيدك يا بنت وعندنا أرصدة في البنقر مي؟ الكلمة عن نفسك يا مدرية يا بيت ده أنا عندي بضل عربية اتنين يا بيت يا بنت يا بدي سيبيني البت يا بنت يا تشراكينا خالص طلعينا شاحتين يا تخليهم يا عندهم عقدة نفسية من لنا أقولك الوسط بص يا حبيبة قلبي إحنا ناس فعلا شايتين زيكم أيها وبنستنى المرتب زيه يلا ليطلع فاصل ونرجع استنونا يلا هيدي نقطاتي 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 خشي على نقطاتك خلصي عايزين نروع عايزين نقبط فطورة الكهرب فطورة المي الإيجار فطورة السرداء فطورة السرداء فطورة السرداء قلت الشغل بهدلنا والله بصي لعمل لي مين قالك يا بنت دي أنا طول السنة عمالها صورة 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 ورجعنا لكم ولسه مكملين طيب بيكمل أنواع بقى الموظفين ليلة القبض فيه كده نوع موظف اسمه الموظف ابن المحزوزة الموظف ده جماعة ما بيتخصملوش إطلاقا ده بجد اللي تولد في ساعة يعني بنقول عليه إيه كانت أبواب السامن مفتوحة أو يؤمه بتدعيله وعايز أقول لكم ده يا أم هتدعيله ولا هتولده لا ما هي ولت وبقلت يا راب راح تسترم فندقة كده للبواب أم هو ساقت راح هو ساقت وبعد ما ساقت يعني الدعوة نكحت في حد ذات أنت فأم قصدي ابن المحزوزة ابن المحزوزة ده شخص يعني هتلاقيه ده ما مثلا هو طالع بيشرب سجارة بره للشغل بتاعه سبحان الله هيبص يلاقي المدير بتاعه طالع في نفس اللحظة فالله هو أكيد المدير مش هيقوله انت يا ابن اللي مطلعك ما انت يا باشا طالع يعني ويعدم عليه بسجارة والدنيا لطيفة يجي مثلا اليوم الوحيد اللي يتأخر فيه تبص تلاقيه ايه؟ داخل ولج لحظه المدير كمان متأخر في نفس اليوم فيخش قبله وبتلت ده يقوله يا فنجدمر بقى ليه ساعة حراك مش فتكش في الموجود في المكان يعني ايه الموضوع؟ ويبدأ بقى يوم القبض بتاعه ييجي فهو داخل قلقانه وامتطر جدا ومقلق وحاسس ان فيه نصيبة وحاسس ان هو ممكن يخش يلاقي قبضه اربعة جنيه فيه بقى ان هو بيخش يلاقي قبضه كامل جدا وممكن يبقى فيه علاوة مثلا بمناسبة مولد النبي ويكون له جانب منها ما عندهش مشكلة ده بيخرج من الخزنة يركع في الارض كده وربع مرتبه طريبا بيروح لوجه الله عشان هو عارف ان ييته مش سلكة ان هو عاك كتير بس عشان هو ابن محظوظة ربنا سطرها علينا ربنا سطرها علينا غير بقى ابن الملحوسة اللي هو لما يتأخر ربع ساعة يتخسر منه ربع الملحوسة هي الدنيا حظوظة عمنا فيه بقى الموظف البرنسي ده واحد كده مش فارق معاه لأبد ولا غيره ويمكن كمان يكون بيسيبه للصراف لان مش فارق هو عنده قطيانه وعنده شركاته وعنده السبوبة بتاعته برا فدايما ده بتلاقيه عامل لينك حلو كده مع المدير اللي هو يعني مذبط المدير فالمدير مذبطه اللي هو المدير سايبه يشوف اكل عيشه ده راجل برنس فمش فارق معاه ايه ده الناس دي بتجري ليه؟ هي الناس دي مالها ايه يعني مرتب ولا ماذا؟ ده ممكن كمان المرتب يروح له ديليفري لحد البيت او بعد اسبوع اللي هو يا جماعة فيه فلوس عند الصراف محتش ابهدها الفلوس دي الخزنة بتشتكي منها فاقولك ده بتاع البرنس فلان بس هو دوقتي شيف مكتبه في مارينة في شغله هو في مارينة دلوقتي مش فادي فده بقى البرنس البرنس ده بيشتغل نزاهة؟ اه اه مامته قالت له انفاتة كلميري يتمرخ في ترابو اه وامراته قالت له يا اخوه يا الشغل الحر مش مضمو ايوة مش مضمو يا دي رقيب العفريتة الفلاحة اللبساكي دي قالت له بقولك ايه محصي ايش يلا هيدي نكتاتك نكتات ايه؟ خشي على نكتاتك خلاصي عايزين يروع عايزين نقبض عشان اجيبلك حاجات حلوة كتاء نفسي عارف فعله ولكنة في مصر بيقطعوا الاقل كلام كده الرشايدة والبرساة دي كتاء؟ ايه والدمايتة تمش ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه حسناً.. نعم.. دي صوري برا.. يلا الموزة في البأس.. شك.. بكي نقول.. نقطتشي يا تيزة.. تيزة.. لكي دي.. يلا بحبك يا هدي.. على فكرة تيزة ده.. مآمك.. يلا حبيبتو.. والله ما تتكلمة سوكتنبوكتو.. أوكي.. أكلتوه ايه في العودة؟ انت أكلت ايه؟ أكلت سرداء.. ايه؟ كمسمن.. بيجيبلك هلاوس.. فضل حبيب.. فضل.. الموزة في البأس.. الموزة في البأس ده.. أما بيجي يقبض المرتب كده.. آخر الشهر.. ويبص فيه.. ويعد ورقة ورقة.. يقوم ايه بقى؟ يحزن.. ويبقس.. ويحبط.. ليه بقى؟ لأنه هيقعد بقى يحزن.. فطورة التليفون.. فطورة الكهرباء.. فطورة الميا.. الإيجار.. فطورة السرداء.. دروس العيال.. مدارس العيال.. مرة واحدة بيكتشف.. إن المرتب.. مش هيكفي.. ولا يمكن يكفي.. فبيبقى باقس جدا جدا يوم استلام المرتب ده.. وبيروح يقعد على القهوة.. ويطلع كل همه في الشيشة والمعسل.. وكأن الشيشة والمعسل هي.. اللي هتجيب له الحل.. ويرجع آخر الليل للبيت.. لمراته.. اللي هتقطمه.. وتهزقه.. وتبهدله.. لأن مصروف الشهر.. مش هيكفي.. فالموظف البائس ده.. ما بيكونش سعيد أبدا يوم ما بيستلم المرتب بتاعه.. آخر الشهر.. بالعكس.. بيكون تعيز جدا جدا جدا.. هاه.. طيب.. تعالوا نطلع نشوف تقرير علاء.. ونرجع تاني قوة بتروحوا في أي حد.. موضوع حالاتنا النهاردة لينا.. نتكلم عن يوم القبض.. بص إن أول قبض كان ليه.. كان من يومين.. كان إحساس حلو قوي.. آآ.. بس بقيت حسن.. مش هسا عمليه بقى.. أه.. عايز أعظم صحابي.. وأعظم أهلي.. وأخرج بشري لبسه.. وفي ربس وقت عايز أحوش.. ومعني لو بس.. مش عايز أصرف قوي.. آآ.. بس عايز أصرف بقى.. بس عايز أصرف بقى.. اللي هو أعساس مجنون في المال.. أيوة.. أنا سيحة تقبضي 3000 جنيه.. مثلا.. هتمديوا قاعدة بتعملي إيه دراسة جدوة.. اللي هو.. أنا من يوم واحد.. اليوم 12.. حصرف 500 جنيه.. لا أعمل.. ما بيحصلش.. ما بيحصلش.. الواقع.. أنا شيلته.. قلت.. هحاوش دول.. أنا متأكد أن أنا أسبوعات جاية.. أول ثلاث يام سوشي.. بألف جنيه.. بس يوم ما أبطت.. كلمت.. صاحبيتي قلت لي.. إحناكو سوشي.. وبعدين قلت لأ.. حناكو المشويات.. وقلت لأ.. حنزل عام الشوبينج.. وقلت لأ.. آخر الشهر.. أول ما بيقرب منك.. وفجأة الفلوس بتخلص منك.. بتبقى بقى خايفة.. لو أنا ما جبتش ميكب.. ما جبتش حاجات.. بس أنا مش ميفرم معي الميكب.. أنا مش شخصية ميكب.. بس بقى بقى عايزة أكل.. عايزة أجيب بقى حقاً.. بقى بقى.. بقى 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 بقى.. أفكر بقى.. أنا عايزة أنزل كده.. وقد أضرب سوشي.. مسلاً أضرب أي حاجة كده.. صعب.. ميحسن شخصية.. انت إليها يقدتي والله.. نبدأ خلاص بقى تقول.. يعني.. مالو.. نزل ليك جو سعى.. مالو.. إيه الشيسكيك وقارب.. ونشرب.. مش شوش إيه ده بتاع النسك المنية فاكرة.. نعملين مكفعين ها.. ها.. مميش إيه دا أه.. دكتورنا يعني.. مميزين.. أه ما بيحبوش.. كده ده مقرف قوي.. بتقى تبعات موتوا.. في حت الزيتونة أبوتوا.. في الأحلام. يتمetime مع مطبرة. أنتي اريدها ج lucراء في ظهرها سوف ينتهي. خلصت على عائلة حكا, vertical Most people he did in a new state. في اليوم flip ofutes 8 since 8 or in the notwithies. ولا وock object. لكن فإنس한 الأرض يتمكن من觀 leche. وكايفة معك يمكنني اisedنا للأستاذ و甚麼 وردعنا لكم بعد التجرير بتاع سيل أستاذ علاء وعايزين نقول لكم على الخلاصة إن الجبد ده يوم مجدس ما عاب تتفتح الأحلام والأمنيات والخيال بيروح لبعيد ويرفرف بس الأحاسيس دي ما بتطولش كتير لإن المرتب بيطير عارف الفراشة؟ عارف السرصان الطائر؟ أبو فصادي اوعى اوعى تربط فرحتك بالمرتب عشان المرتب دي في النهاية بيخ نطلع فاصل ونرجع للضافة ننفسن عليه ما إحنا المنافسينات ضيفة زي الأمر ممثلة بتحب تسيب بصمة في كل خطوة بتعملها غابت عندنا شوية ورجعت لنا تاني بس المراجي راجع بقوة جدا طب انت بقى بعيدتي ليه الفترة الكبيرة دي برقم ما كنتش محق نجحات كبيرة جدا ايه موضوع الأكاونت بتاعك التحكر دي مين أعلم عليك يا بطة من غير كوت الكلام النهاردة معانا ضيفة زي الأمر ممثلة بتحب تسيب بصمة في كل خطوة بتعملها غابت عندنا شوية ورجعت لنا تاني بس المراجي راجع بقوة جدا ضيفتنا النهاردة الجميلة العسولة أولفة عمر أنا ألفت عمر وهبق معاكم النهاردة في حلقة جميلة ان شاء الله تجو الله جميلة يعني في نفسنا مبسوطا أن أنا هقابل صحابي بالي كثير قوي ما شفتهمش بجد وهتعرف على حد جديد معاهم النهاردة وان شاء الله تبقى حلقة حلوة تعجبكم بيعجبني جدا برنامج نفسنا لأنه هو مختلف جدا من حيث أنه هو يعني من أول عمل مصري بروجرام مصري ينزل على القنوات ويجمع كل البيوت والناس تحب تتفرج عليه والله الفرق بين نفسانة الرجالة ونفسانة الستات أنه ستات واضحة وهبلة نفسانة الرجالة وده غريب لأنه ما كانش يعني موجود في مجتمعنا أوي أو كان غير ملحوظ أن هما ينفسنوا فيدوا أسافين لبعض القزرة مستطبعية يعني لأ يعني وحشين أوحش من الستات كتير كمان ممكن يدبروا قايع يعني يدبروا مشاكل بينهم علشان يعني من نفسنا على حد وكده لا رف سنت الرجالات مش عب كتير جاهزة ربنا يستر هما أنا ناوي نفسنا عليهم شوية بس طبعا هزور بس هقلبها جد وربنا يستر يعني أعرف أرد على نفسانتهم لأن هما قدام كدا في النفسانة وبيعرفوا يزبوتوا الضيف ربنا يستر شكرا مرسي شكرا انوارا نفسانا يا أولفر يعني بجد انتو منوارين بشكل مرعب وأحلى من نفسنات في الطريق يعني على فكرة يا جماعة هما مش منفسنين في الحياة خالص زي العسل في الكواليس وفي الحياة وصحابنا جدا ومنفسنين بس قدام الكاميرا حسنا الشغل مع عملاق زي يوسف شهين أكيد مكتش حاجة سهلة وكتجربة أكيد تعلمتي منها كلمين شوية كده عن سكندرين نيورج السياستي هو كان قابلته أساس خالد يوسف وكان لسا ما أعرفش أي حاجة في التنسيل وقلت له أنا بحب يوسف شهين جدا وأعايز أشتغل معي وقال لي طب يلا إحنا أنا هاعرفك عليه وهو اللي بيختار كل الكاست يعني أنا بس ممكن يبقى أعرفك عليه فحصل بقى ودخلت قابلته فلاقيته شخصية لطيفة جدا وقعدي هزر وقال لي أنا هجربك في حاجة كده هم ست مشاهد بس في منهم مشهد بتاع ممثل فأنا أقول يا أنا هوريا السويد أنا أعرفيه أنا لسا جديدة أسر يا ربا فعملت يعني أوكي طيب وطبعا ومش عارف إيه وأنا جوا مرعوب وكده بس وجينا على يوم التصوير فكان عندي مشهد اللي هو بقى المشهد الصعب كان عبارة عن مشهد هتكلم عادي وبعدين هتحك وبعدين هعيد في ضحك وبعدين أحاول ألم العياد تاني جامد وبعدين أتكلم عادي تاني في ثلاث مرحل بس ضبط يا حلاة بس ضبط فكان اللي أرحمه كان حاجة يعني عبقرية كإنسان وبعدين كمخرج طب جاب لي على الكاونتور اللي أنا كنت بمثل عليه تابل زي كده حط الكاميرا ووقف جنب الكاميرا وعادة لازم يبقى المونتور قال لي أنا عشال الشوت ده صعب هتعملي كذا كذا وعاوزك لو هنعيد هعملك كده مش هنعمل سطوب مش هموتطارك مش أي حاجة فقلت له اوكي خدت منه كل الأفكار اللي عاوزها وسبني عادي براحتي فمن أول تيك عملته ومعدناش فكان فرحم بيا جدا وكان أول مخرج في حياتي يسقف لي لا والله الله مش أخير مش أخير مش أخير مش أخير مش أخير مش أخير الحمد لله أولا الحمد لله طب ألفت الستان دايما بتتدايق من سؤال أنت عملت عمليات تجميل قبل كده وأنت بيتقال عليك إن عملت عمليات تجميل قبل كده وكلنا بيطلع علينا إشاعة إن إحنا عملنا وبنعمل عمليات تجميل أنت اللي ما بتتسئلي السؤال ده بتتدايق منه ولا ما بيفيرش معاكي يعني لا ما فيش أي سؤال بيدين على فكرة فأي حاجة فأي حاجة أولا لأنه بيبقى اللي قدامه يا عم عنده شغل في أنه يعرف الموضوع ده فعلا وبيسألونا كفنانين وعندنا خبرة في الرعاية بالبشرة أو الأكل أو الدايت أو الرجيم أو الحاجات دي أو إنه عايز يعرف دكتور كويس بروح له colors كده يعني أنا عارفك من زمن أوي يعني أنا عارفك من زمن أوي يشتغلم مع بعض من زمن جداً إنت من شوكاً والإحنا لسه صغيرين نزاف نزاف كده مرمح ساعات مع بعض نزاف بس أعارف إن ده شكل وما تغيرش أنا بس ما لقيت بعد سليم كلباستي ولازم بعد العلدة بلذبت ويعني يمكن هو ده اللي خلاني أتغير شويه بس بالنسبة للتجميل أنا يعني أحب جد أقول للناس بجد أنه كابنات كلنا لو اعتنينا ببشرتنا وصرفنا بس شوية كريمات حلوة كده بلس نحن نأكل فاكهة وخضار الموضوع هيبقى في حتة تانية خالص بلس أنا مش ضد التجميل يعني لما يبقى المسألة محتاجة الخطوط بدأت باينة قاوي والميكاب مش بيغطيها لأنه الميكاب بيغطي شوية صح فلو أنا بقى المسألة بقت عندي لأنه يعني أنا بخاف من الحوع القاوي هيدي مشكلتي لا ما ينفعش نفسي عمي قاوي لا يعني لو أنت شايفة أنا عندي الخطوط باينة هيفا لا لو حسيت أنها هتبقى توماتش أو مثلا شكلي مش حلو قوي على الشاشة بس بما لا يغير شكلي لأن أنا ضد خالص أنه شكل الفناني تغير صح يعني أبدا إنكتبوصي في وش حد وتلاقيه عمل كده فهولو يتفين فنانات قادوا في البيت كسا سنة بزبط لما عملوا عمليات بوتكس كتير وملمحهم تغيرت المخرجين قالهم لأقوضوا شوية بقى رايحوا على الجنب لغاية ما داي روح وترجع طبعين تاني أه حتى لو وشهم كسر يعني مطلوب يعني بالزبط من أشهر الفنانين عندنا في مصر ما بيعملوش مكياج ولا حاجة ما بيعملوش بوتكس ومفيلر كل النجوم الكبار وتلاقي تعبيرات على وشهم طبعا عشان ما نقولش أسامي يعني طب انت بقى بعضتي ليل الفترة الكبيرة دي براجة من كنتش محقق نجاحات كبيرة جدا والله يبصي هو أنا جوزت وبعدين سليم بقى جالي من حوالي من أربع سنين بالزبط وعمر أربع سنين فما كنتش بوتك خيالة لعني شوفت صحابي كتير يعني في البلاتو بيجيبوا مثلا البيبي بتاعهم ستة شهور سنة يعني كنت فاكرة ان انا هعرف عمل ده ان انا قادرة جدا ان انا جيبي البيبي في البلاتو وقدرة جدا ان انا اشتغل واسيبه وابقى راح اجي عليه وكنت شايفة دي حاجة ساتسفايت جدا ان مثلا ممكن تعودي ستة شهور معاه في البيت وبعدين تبدأي تنزلي تشوفي شغلك وهو معاكي مفيش مشاكل انا لقيت نفسي مش قادرة اعمل ده خالص يعني وكمان لقيت الرعاية النفسية بتاعت الطفل تهمني اكتر من يعني من الاكل والشرب وخلاص هاي هاي باي باي يعني ما قاليش في كده صح فده اكتر حاجة خليتني فكر ان انا يعني يا اما انزل على حاجة قوي جدا جدا بس يكون كمل مثلا اتليست سنتين ونص ثلاثة يا اما لأ مش هنزل ففعلا نزلت يعني من كام شاف بس ممكن لما احكمنت طمنتي عليه وبدأي بلوح دخل المدرسة باعه بالزرح ما شاء الله ما شاء الله كنت في لعبي كاراتي مش كان غريب شوية الست تلعب كاراتي مابا فكرة كان غريب بس بس من اول ما بدأت اكبر بابايا مسلا من سنة 12-13 سنة وهو انا كنت بالعب رياضة العادية يعني مستبع نروح سباحة مش عارف الحاجات اللي هي بتاعت الاطفال دي يعني لما بدأت انا انا شوية احب اخرج واحب اروح النادي لوحدي واحب فبابا شجعني جدا ان انا لعب لعبة من النهضة دفعية اه يعني هدفها عن نفسي ودفعتي عن نفسي بالكاراتي حصل مرة لا والله دربتي ودي عكسك ولا ايه؟ حصل بالزبط لا بدأ الزرير ايوه كنت في سنوية عامة كنتش فيها انفحش بقى يعني ما ينفحش انه حدي يقول لي كلمة وعديها كنت الاول يعني انا كسف جدا انه حدي يقول لي كلمة وكنت بزعل واحزا وودي انه هو يعني كلمة جرحة بقى فلما حد بقى عمل معي كده وانا كنت بخدت بقى يعني كنت بخدت كذا كاتا وبلس ان انا كمان اتعلمت انه تدافع عن نفسك بحركتين يعني يعني اكيد الولد لو مسكك هيدربك يعني انت بنت في الاول وفي الاخر هيقدر عليك اي راجل هيمسكك هيجيب اخرك مفيش مشاكل بس كان ان انا ممكن اعمل حركة كده معينة مثلا زي مثلا انا اضربه في معدته اضربه في زوره الحاجات اللي هي بتشل حركته اتليست يعني ستين سانية تقدر يزواني او دي او فانا ما كانش اتعد علي بالايد بس اتعد علي باللسان فانا ارفسني فقلت اطلع بقى اللي انا اتعلمتلك طيب انا عايز زيك سؤال بقى ايه موضوع الاكاونت بتاعك التحكر ده مين اعلم عليك يا بطة مش صايبنا في حالنا اولا للذين ايه اي بقى كان شوية مشاكل كده حواليا معرفش فجأة كده لقيت الايميلات بتاعتي كلها تسرقت ده السنة اللي فاتت كلها او من سنة ونص الايميلات كلها تسرقت الاكاونتات كلها تسرقت كل ما اعمل حدها جديد وراي حد بيسرق الاميل وبيقف الهولي ففقدت كمية ناس وبعدين بقى كمية ناس لا بس بحدي عارفك شخصيا لانه تبعك من الاكاونت الاكاونت لدرجة ان كمية زميلات وزملاء افتكروا ان انا بعمل لهم بلوك ففيه ناش شالتني فعلا لو انت تتنكي على ايه انت تتمنين لنا بلوك ليه محدش كان فاهم يعني وانا مش بحب اتكلم فيه يعني ما بعملش سياحة للمشاكل يعني ما بحصل لك مشكلة ما بحبش عامل سياحة فيها في الوسط بحب اتكلم عن شغلي بس وانا كنت الفترة دي بعيدة شوية نطلع فاستو نرجع تاني او عطر ومطيحد اخبر المطبخ ايه شطرة ولا بليفري انت عاوز تقرب المسافة دي بعنيك الزرقة الحلوة دي واسك وتعادي ارد كده عادي زي يعني عادي جدا لا انت مفتري لا ده احنا هنبقى اصحاب بقى لا 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 بتخذريش اللعناه زرقة زي وعلى فكرة وبيده وقشته وحلوة زي وعلى فكرة يا وجه يا جانب وحن يعني اللي مخاطين ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الزميلة الجميلة اولفة عمر اخبار المطبخ ايه شطرة ولا بليفري لا والله موضوع المطبخ ده عندي غريب جدا لا قدر اقولك ان انا شطرة يعني بيرفكت ان انا بعيش في المطبخ ولا ان انا عشاء بليفري لا هو انا ما بحبش الوافة اللي هو بتاعها انك عندك اردر لازم تنفذي النهاردة بطبخي ما بحبش كده بس سوان سادخل بحب جدا الاكلات الصعبة يعني ما بحبش يعني بشوف بقى احكي اتبخي شوات خضار ورز وشربة وصلطة خلصة الاكلة يعني بس دي حاجة عادية بس انا بقى مشهورة جدا احلى اكلة بعملها في التاريخ يعني ان شاء الله عزبكو قريب ان شاء الله وانتو كمان اه بعمل فخدة دانية لا دا احنا هنبقى شحاب بقى لا 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 بتخذر بتعملها بالبطاطس؟ اه لا بعملها ممكن عاملها بالخضار يعني جزر وبطاطس وكوسة وبتبقى حواليها انا جاف صح؟ داخد خلاص ده انا كنت لازم مخش عليكو بيا يعني حدت عليها ايه بقى؟ خلاص بقى انتو الوافة احبار بص بقى ست بجيب الفخدة الدانية انتبهوا بقى عشان بتتعلموا بقى ده موضوع كبير في الفجرة مع صمت الحملان في كلام مهم بجيب الفخدة الداني بقوم شايلة طبقة الدهون كلها وبسيب بس حتى ملالة الواحدة على تقيد ايه بس علشان نسبة الدهون لما بتبقى كتير قوي بتظفر الفخدة لانها داني بتغير طعم الاكلة جامد وبتخليها يعني دهون عالية ثاني حاجة انا ما بحبش انا بحبها يعني مش عايزين ندخلها كتابا كده حلوين حلوين كده حلوين انت اجملهاش واجبة وهي خارج هرجوك عامل كده بس وبعدين بقوم حتى بقى عاملها بالسكينة كده يعني مفرغاها وبعدين بقوم جايبة كل بقى التوابل ودربية في الخلاط بقى خدي عندك قوطة جزر حبهان فلفل اسود تقوم بصل كل الحاجات بتحطي قوطة وجزر مع التوابل اه والله بس ايه جزرة قطاية فلفل اغدر واحدة مع التوابل الكتير دي وحبة البركة والمستكة وكل الحاجات دي بتدي طعم بقى كله على بعضه مفيش حاجة مميزة كله دا يبفى بعضه وبس ايها بقى كلها وبحطها ست ساعات مثلا قطلست في التلاجة في التلاجة؟ ست ساعية ست ساعية والله انا جوع تقوي ودخليها بقى جلسة نية لا كلها نية عادي كيس حراري بقى وهم بدخلها الفرن كيس حراري وممكن الكيس الحراري دا أملاك كل الخضار اللي انتي قلت عليه الكوسة البطاطس الجزر قلتلي امتى لو زوموا نين؟ يعني يوم البريكة الجديدة بريكة احنا أول يوم فاضياء بالزبط لا دي هالخطها ست ساعات في التلاجة انا هولا مخصص بحزة بس بعدين بدخلها الفرن تخرج بقى بتبقى حكاية يعني مع رزة بيت بس ما بعملش بقى لرزة بسماتي او لرزة مش عارف بني ولا الحبيتين دول خالص بس بيقى دي في الفرن بس بها يعني بتاع ساعتين يعني لانو حطيها على 180 او 200 درجة ديكي تايم دا ساعتين ساعتين وشوية بكل شوية حطيها شوية اه كوة اه خلاص انا بفكر فتعمها يعني انا غلطانا بسألتها السؤال سايدة يعني تعمها عارفة يعني لا ولو بقى سابت بقى الوش يتحمر شوية هو فعلا يتكسي الحرية بيعمل كده بيخليك انت يعيشة بيخليك انت المحروقة دي يا سلام طيب قوليلي بقى لو تعرض عليكي برنامج انك تقدمي برنامج تحب يتقدمي برنامج نوعيته ايه والله يحبى جدا فكرة البرامج اللي تخلي الوحيد على طبعته يعني لا مش هنا لا مش هنا مش هنا خالص على فكرة كلهم كلهم انا تعرف مش هنا لا مش هنا بجد خالص تعرف مش هنا كل ضيفة تجي تلزق حركة باندي مونتي خرجة ايمن الاوديشن بتنافذني في الكتاف وبعدين دي برضو كتضيفة ولزقت ايه دا ايه دا معرفش الله لا قبيرتني كنت قلت حاجة تانية واعملت قولنا فاخدة داني وتغرينا والله لو دفتنا خروص لا كنت قبيرم احسنت القول لو عدني حيعمل لكم داني خلاص دواء خلاص انا مجبت اسريت نفسانة انا مش جاي نفسا عليكم يعني لا معلش شوية بزماري لا 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 أقدم لكم الفرحة يعني تعملي برنامج الناس على طبيعتها ما ده البرنامج الطبيعي الأكبر والأعظم في الوطن العربي قالوا ايه هيدي عندها مكافأة؟ طب نبدأ نواته ده لكيه ايو انا اوكي كده اوكي علشان هو يعني وده على فكرة اللي بخلينا في سنة برغم انه هو بقى له اكتر من سيزن وعد عتقد سنتين صح؟ اه 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 ماشاء الله ماشاء الله هه لأ انت ما صفت القطيفة هنزل عالخشب بس فا فاالي مميز البرجرام ان كل انتوا قوانا على طبيعتكم فاللي بيجى حتى قافش يعني بيفك ده قوانا يعني ثاني حاجة لو فضل قافش فاعمالوش مكان اه بالظبط برافا عليكي شطراء اكتزكنا قواز مميزة وقافشت خالص وتقفشت على الآخر تلاك بقى الحمد لله تقفش منها الحمد لله ربنا يجعلنا حلقة تعدى على خير إن شاء الله طيب قولي بقى رجعب إيه بعد فترة الغابة الطويلة زي الحمد لله بعمل مسلسل اسمه السر ده ستين حلقة وتقليف أستاذ حسام موسى وإخراج أستاذ محمد حمدي وإنتاج أستاذ محمد فوزي التلاتة اللي عملهم أسلسل شاترانج يعني طواها وتفبتها أربع سينو لا لا إلا الله لا 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 في الخشب حات تنسك الخشب طب وإيه مع ما برضو بضعي أربع سنين مش أنا نايمين أربع سنين في بيتها ولما انزل تنزل على مسلسل ستين خلقة الخشب يا ناما تتكري دب مكفضل سيكي عندها وسطا لا لا اتزعلي نفسك يا روح بقى تنتي مسلسل منش يا رجل نحن بتوعي الستشينات برضو، نحن التسعينات في المفوق طبعاً ايه ماما دا، نحن نمس نجوات صغيراتنا لا احكي عن دورك أعد باع حسين لك اللاربع سنين اشتغلت في يوم ايه؟ ايه؟ كنت عادة في البيت يا ليحروم؟ لا انا كنت مؤلعيها يا ليحروم؟ كنت مؤلعيها؟ اه باكي نوز المسلسل باك أستاذ حسين فاهمي ومدام وفاق عامل أبا، أبا مع سونا سونا يا لهوي أنا مرة قلت له عملي لك كوارع اوبا ابتالك لا، عشان الضايت أمر وانا بعمل له كوارع طب، يش تختاري حاجة كدة سيمانك بقى حاجة كدة يعني مرديش كل الزرق دي يولا مرديش يكل الكوارع طبعاً قد، عشان بس الضايت والميت والأهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوه جميل يا سو سونا لا فضيع في مشهد مفروض بافتح البيب وهو واقف بيخش يعني بياخد خطوة الكاميرا في ظهري فأنا بافتح الباب فبياخد خطوة بس وبيقول اكتاس فلا موجود فعملنا البروفو تمام فجينا نشتغل بقى فكل ما يدخل ما بردش مرة اتنين تفى المخرجة ما قالوا ايه وهو واقفة بيقول لي انتين سيتي ده انت هتقولي اشتاس في يعني اه موجود قطول انت بتهزر يعني انت عاوز تقرب المسافة دي بعينيك الزرقة الحلوة دي واسكت عادي ارد كده عادي زي يعني عادي جدا لا انت مفتري لا انا انا اشتغلت معي انا فكرة صغيرة يعني من كتير او يقول ما بدأت اشتغل تقعد بقى تعقدنا وتحسسنا معي لا تقعد اشتغلت لا على فكرة انا عناي زرقة زي اجريا موجودة عجوزة لا انا انا ازلها من بطني مامتها تكلي كوارع او ايكو ايوه عشان عناها زرقة عناها زرقة زي واعلى فكرة وبيضو قشتها حلوة زي واعلى فكرة يا موجي يا جالد واي انا يعني اللي مفضين شئتي ام قبيتي على فكرة انا الواني الوانه ويقولك لغاية هنا يقولك كده تجبولك عبد هنا هون طبعا تقدر لا استاذ ازل فاني التواضع كله على فكرة فعلا انا اول مرة اشتغلت معاه ما تتصوريش ادي بيساعدك في الاول بيقى في جنبك ويحسزك ان هو زيك ويعني هو مبهر اول مرة ما بتشوفيه على الحياة حيث ان انتي ده مش بجد عايزة فان ما تنسيك انتشفي ده بجد انت امور زيادة عن اللزوم وجميل شخصيته تجنن جدا طيب اللاسة في الحلقة اخر ست بسرعة شفتي الوقت الحلوة بالتعدي بسرعة كان ليش شرف ان انا شفتك النهاردة عشان انا اعرفك في حاجات كتير حلوة بجد علمتي في كل عمل عملتي تصبحوا على الف خير يا احلى جمهور في البن ده انا وهي كده كده ولما اشتقيت اخر مرة مش هفق ليه ومش جبتليها معي داتة متر ولما رحت لقيت خصومات والله العظيمة قلت له وراحت معي ورحت لقيت تعين قبلك وروح من المول المول ايه ده ايه مش عارفة عيالك اسموم ايه اختيشي كده وخلي عندك شخصية واحترم خصوصية الاخرين سيبلهم مساحتهم مش عامل زي الدبوس داخل ليه ليه فراغ اه اجرك كام اه مهيتك كام انت مالك يا سخيف يا سمج يا حشري مالكش دعوة الحاجات دي الراجل يقولها لمراته السيته تقولها الجوزها اه ممكن البنت تقولها الاماها او ابوها لكن ان انا اسأل صاحبي او صاحبتي مهما كانت درجة علاقتنا ببعض وقوتها انت بتقباضي كام او اجرك كان كام في الفيلم ده انتو مالكو جاي البرنامج ده ترواجي لنفسك انت غلبانة او 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 برواج لنفس انا غلبانة طب بتغميزي لعينك ليه وتيه وبقى غميزي كل حاجة ايه اللي بنت تجيبينها ميزي انا بقى خليط تحترفي ايه ده تعايت دي بلعينه الحاجب اه وكده 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 كل حاجة ما تلعيني كده وساعد الشرشيب ومتحت الشرشيب كل حاجة ده المراجب السيدة خالص لا انا مش عايزة اقولك مبسوطة معي هو كويس هو بخيل ولا هو كريم بيصرف ايه ده التلاجة بتاعتك مليانة مجدتش كل ده منين هو انت جوزك بيديكي مصروف كام هو انت بتقبضي كام هو انت تخنقتي مع جوزك ليه والناس تبعتلي بقى عارفة تبعتلي تقولي ايه طب الدكتورة بتو حضن بكام والا والبوسط كام والبوسط كام ايه ده يا جماعة اه وراجل يبعتك انا عايزة تعالج انا عايزة تعالجو بكام عايزة تعالجو بكام عايزة تعالجو بكام عايزة تعالجو بكام اه ده ووضوع جامد قوي طبعا كنت وقصودة جدا انا عملت تجربة جديدة عليها جدا انا بقى معهم مع برنامجنا في سنة واتبسطت جدا معيهم ويا رب الحلقة تبقى دمها خفيفة على قلوبكم كده وتقولوا لي بقى رأيوكم في كل السوشيال ميديا عايزة اشوف رأيوكم اتبسطتك جدا بالقاعدة معيهم هما ثلاثة من نفسينت بس جمدين جدا طبعا بدريان نفسينت أوفر وما معرفش ليه يعني قادت ضغط نفسين شوية على المسلسل اللي انا عاملية وموضوع الستين حلقة والكلام ده وهم الاثنين نفسينه على بعض بقى في العيين الزرقة والحاجات دي بس كان دمهم خفيفة كدا واتبسطت معيهم قوي وأعتقد الحلقة هتعجبكم شوء الله يعني